لا مالك عم لا مالك عم بين المتظاهرين والعملية السياسية برزخ من الوطنية نهر المتظاهرين عذب صاف وبحر العملية السياسية ملح أجاج لا يلتقيان أبدا مهما حاولت الأحزاب التمازج بالمتظاهرين وخداعهم فالهدف السامي الذي ترفعه ثورة تشرين يلفظ كل من كلفته الأحزاب برئاسة الحكومة وحق عيون الشهيد وحق عيون الشهيد محمد علاوي مرفوض باسم الشعب يقول المتظاهرون ويزيدون لن نقبل بنسخة أخرى عنه رفعت الأقلام وجفت الصحف ترفض صحات عصام محمد توفيق علاوي لأنه رئيس وزراء الأسعي لأنه صار ليس برادة الشعب الأحزاب اختارتها والأحزاب هنا ما اختارناها ثاني شيء هو جدري وما تطبق عليه شروط طلعت من ساحات التظاهر محمد علاوي رفعت الساحة لأنه ما مطابق للشروط التي حطتها الساحة باختصار لأنه لم يحقق أي مطالب للشعب العراقي ولأن مطالب المعتصمين لم تفي بالغرض إلى محمد علاوي وأمام هذا الرفض الشعبي لمحمد علاوي يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما إما الاستقالة والنجاة بنفسه من معترك سياسي معقد نهايته وخيمة أو الرضوخ للمحاصصة التي حددتها الأحزاب وتحمل مغبات هذا الخيار المحكوم عليه بالفشل بسبب إصرار المتظاهرين على المضي بثورة تشرين حتى بناء نظام وطني مهما كانت تكلفة الثورة تعقيباً على هذين السيناريوهين تؤكد مصادر سياسية وصول رسائل إيرانية إلى العملية السياسية من أجل دعم محمد علاوي وتمريع حكومته والضغط عليه لإكمال هذه المهمة أي بعبارة أوضح زجه في وجه العاصفة الشعبية وعدم السماح له بالتهرب من هذه المهمة مراقبون يرون أن إصرار إيران على إبقاء محمد علاوي يأتي من باب خطورة استقالته على مستقبل العملية السياسية من حيث أن هذه الاستقالة ستدفع المتظاهرين أكثر إلى التمسك بمطالبهم وتعطيهم دفعاً معنوياً يعزز ثقتهم بقدراتهم على التغيير